السلام عليكم دريري مرحبا بكم في التصريحات للمدري بتوخل وعند لكم مهمة على حكيم زياش المدري بتوخل دوله جميع الأشياء اللي خاصة بمباراة مونشيستري وناشد نهار لحد كلام مهم دي لبصة غدي تسمعوه شكل لعب اللي كينيش كل ما كينيش مهم الخوط نبدو بالتفاصيل كوفاتيتش خارج المواجهة يعني ما كانش نقوله كانتي خارج المواجهة سيغيب لعدة أيام كانتي وربما أسبوع واحد ما لم تحدوش معجزة وعلى إصابة تيرويل رأى مهمة الخوشة للعب هذا وعارفين المدري بتوخل كاعتام دل أظهره دياله لما تيرويل والجيمس لمشي واحد فيهم رأى اتزعزع المنظومة دياله نحن إيجابيون للغاية لأن نرد فعلها أول كان إيجابيا التركيز الكامل على الأسابيع الستة المقبلة لإعادتي إلى الملعب ليس هناك اندفاع وضغط بحيث عنده واحد إصابة على مستوى جزء من الرباط الصليبي الأمامي وعارفين انتم رئيسة بخاطرة هذا الرباط الصليبي بحيث لعبين كقدروين هي والموسم دياله لكن لحسب ما قال بالليس ست أسابيع نشوفو تطور دياله وهنا دواء على موشي ست ريوناشد القوة ديالهم بحيث تقال كنت وما زلت أتوقع المزيد منهم لن أبعدهم أبدا عن الترشيحات لأنهم نادين كبير والذي هم مجموعة من اللاعبين دول الخبرة العالية والمستوى العالي ولا يزال هذا هو الحال جزء من أدائنا يكمن بعدم السماح لهم بتقديم الأداء ودواء أيضا لوكاكو بحيث تقال احتمالية أن يبدأ روميلو لوكاكو أمام موشي ست ريوناشد ليست عالية يعني يقدر ما يلعبش أساسي ودباء ندويه لحاكيم زياش وكما شاهدنا في آخر خمس مباراية لحاكيم زياش ساهم أربع أهدف سجل هدف واحد ضد مارمو وعطى ثلاثة من ريش حاسمة واحدة ضد ساوت هامتون واحدة ضد لسر تيتي وثمانية الأخرى ضد يوفينتوس وبالتالي هاتي غادي يخولوا لعب كأساسي ضد موشي ست ريوناشد إلى ما طرد شيء مفاجأة بحيث لعب بوليسيت مابينش موسرمونت مابينش ورومانو لوكاكو تاوه قال باللي في المؤتمر باللي قدر ما يلعبش كأساسي يعني بالتالي غادي يخلي كل قال أنظار تاجة الزياش وأوضوي وموسرمونت أو لا لعب فيرنر حسب رأيدي الخاص أجبركم الخوت هذا مكان وتحلولي فرق